وفي سياق ذي صلة أكد خبراء قانونيون أن موقف رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني برفض توطين رواتب موظفي إقليم كردستان قانوني وبيّنوا أن الحكومة العراقية ملزمة برسال حصة إقليم كردستان من الموازنة بحسب الدستور الذي يعتبر هو العمود الفقري للعملية السياسية في العراق الفيدرالي وأشاروا إلى أن الدستور يتحدث عن حق إقليم كردستان الاحتفاظ بموارده النفطية موضحين أن بغداد تقدمت بشكوى ضد الإقليم وتسببت بالخسائر للطرافين وأضافوا أن أطرافنا أمريكية استنكرت قرارات المحكمة الاتحادية العراقية منوهين إلى أن القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية كانت سياسية وليس قضائية